هي ليست في أحسن أحوالها بل ربما في أسوائها هذا ما يمكن أن يوصف به حال المعارضة السورية التي يعد الائتلاف الوطني السوري المعارض ممثلا رئيسيا فيها ورغم نفي الائتلاف أخبارا تناقلتها وسائل إعلام تفيد بقطع المخصصات والدعم المالي التركي الشهري عنه رفض الائتلاف السوري التعقيب على هذه الأخبار ولكن ذلك لا ينفي تعرض الائتلاف لضغوط كثيرة وكبيرة كما يرى مراقبون السوري حاليا تعيش لحظة مفصلية ولحظة حساسة هناك الكثير من الضغوط التي تمارس على جناحي السورة السياسية والعسكري لكن من وجهة نظر عقلاني أقول ليس من مصلحة تركيا اليوم أضعاف الائتلاف الائتلاف يشكل حالة سياسية معينة تتلاقى مع تركيا كداعم للسورة السورية واضح أن هناك قرار دولي من اعتماد نظام الأسد كحكومة معترف فيها ومن اعتماد جيش الأسد كجيش معترف به بعيدا عن جيش الحر وبعيدا عن الحكومة المؤقتة فالائتلاف الذي يتخذ من أسطنبول مقرا له منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو ست سنوات بات يواجه الضغوط نظرا لتغير المعادلات على الأرض وبسبب التفاهمات تمت بين دول مؤثرة في الشأن السوري إضافة إلى ربط مراقبين بين الأزمة الخليجية وبين الخلاف بين الرياضي وحلفائها من جهة وبين الدوحة حليفة تركيا من جهة أخرى وبين التغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة السورية وتحديدا على حجم وطبيعة الدعم المقدم للمعارضة السعودية وقطر كانت من الأطراف الأساسية الدائمة للمعارضة وحصول هذا الشقاق والخلاف بينهما بشكل قطعي أثرت بشكل سلبي على المعارضة ربما كانت الأولوية التركيا قبل الفترة قبل ثلاث سنوات أو سنتين التغيير السياسي في سوريا وكذلك ربما رحيل النظام والآن تركيا مشتغلة بمكافعة الإرهاب هي هزات ارتدادية لتطورات وأحداث هامة كما يصفها متابعون للشأن السوري جاءت على غير ما تشتهي المعارضة السورية على اختلاف مكوناتها ولا شك أن التطورات في الشمال السوري على وجه الخصوص كانت سببا رئيسيا في الكثير من التحولات الكبيرة من الأزمة السورية برمتها كل هذه التطورات تأتي قبيل استحقاق أستانا الذي تم بناء عليه التوافق على مناطق وقف التصعيد وهو ما كان في صالح النظام السوري كما ترى المعارضة وربما هي تطورات ستؤدي إلى تغيرات في شكل الهيئة العليا للمفاوضات رغم نفي المعارضة خبر استقالة رئيس تلك الهيئة التابعة لها على مصبحات الحرة اسطنبول